سجلت وزارة الصحة السودانية 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 533 كما سجلت الوزارة خمسة وفيات جديدة من جراء الفيروس وسبعة حالة شفاء جديدة عبرت السلطات السودانية عن قلقها من عدم تقايد أفراد بقرار حذر التجول الشامل والذي تم تطبيقه في الخرطوم ودفعت السلطات بعشرات الألف من عناصر الشرطة والجيش والدعم السرية لإغلاق الجسور والطرق الرئيسة في محاولة منها للتقليل حركة المرور والمرة إلى أدنى درجة من هنا تدار كل عمليات شرطة الخرطوم المتعلقة بمراقبة تطبيق حظر التجول ومكافحة الجريمة وفرض الأمن غرفة التحكم هذه عبر عشرات الكاميرات الموزعة في أنحاء العاصمة السودانية علاوة على طائرات مروحية صغيرة تقوم بمراقبة غالب الطرقات والجسور على مدار الساعة ورغم الحزم في تطبيق حظر التجول الشامل من قبل السلطات إلا أن استجابة الشارع ليست كافية بنظر كبار المسؤولين نحن نرى أن الالتزام ليس كافي لمجابة هذا المرض من الإخوة المواطنين الشرطة نشرت عشرات الآلاف من عناصرها في مئتي نقطة تفتيش في العاصمة السودانية يعملون ليلة نهار على مراقبة تنفيذ الحظر كذلك عندنا انتشار كبير جدا في ارتكازات يمكن تجاوزت الميتين ارتكاز في الفترات المسائية للحد من حركة المغاطنين غير الضرورية والالتزام بهذا الحظر مسؤول الشرطة قالوا أن قواتهم تعمل على توزيع مواد صحية على الأطفال المشردين إضافة إلى نشر مركبات لتعقيم الشوارع والأحياء ليلا أما نهارا فالعمل يتركز على نقاط التفتيش حيث يطبق قرار تقييد الحركة بشكل صارم وسلس في آن لا يوجد أي احتراض لا يوجد أي شيء حتى بالنسبة للزملاني البلاغيهم لا يوجد في اتصالات لا يوجد شكلين من حتى ذي تماما بالعكس يحترمون الكادر الطبي لذلك الناس يسمون الكادر الطبي الجيشة البيض بالنسبة لنا نحن كاعلاميين الجهات الحكومية موفر لنا كل حاجة حتى التصاديق وكذا وفي تسهيلات لنا في عملنا لكن حركة المارة وسيارات داخل أحياء الخرطوم مستمرة وبوتيرة متزايدة على عكس الطرقات الرئيسية الشرطة السودانية والقوى الأمنية لا تسمح سوى لحاملي هذه التصاريح بالمرور عبر الجسور والطرق الرئيسية في العاصمة السودانية خالد عويس سكاي نيوز عربية الخرطوم